اجازة اجازة مش انا مرش اخد اجازة انا اقعد معاكم اجازة مين بقى اللي هياخد اجازة مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام المصرية ايوه هياخد اجازة استغربش هو هياخد اجازة عشان هو رايح يحلل كأس العالم 2022 فياخد اجازة من الاتحاد المصري الكورت القدم والاتحاد المصري الكورت القدم وافق على الاجازة بس الاتحاد المصري بيهزرش وافق على الاجازة بشرط انها تكون بدون مرتب طيب واحدة واحدة كده بقى انا من الناس الداعمة جدا لكلاتنبرج والحلقات اللي فات كلها تشهد وهفضل ادعمه بالمناسبة يعني ليه؟ راي الخبيل اجنبي يدينا فكر جديد روح جديدة في التحكيم احنا جربنا كل حاجة قبل كده وما نفقتش فإن شاء الله تبقى الأمور معي أحسن بس الاجازة بدر قوي والدنيا لسه بأولها واحنا هنلعب دوري في كاس العالم يقيته حتى كانوا عارف لو واقف الدوري في كاس العالم كنت أقول لك ياخد أجازة بس التصوري الشخصي انه الراجل متفق على كده من بدر انه هيبقى عنده حاجة في كاس العالم وأكيده هو مش عارف ان احنا هنلعب في كاس العالم ده تصوري فعارف انت الكصة مش عارف مش عارف انتقد فيها مين ما احنا بنلعب في كاس العالم وده مش العادي والراجل هيسمنا في كاس العالم وده مش عادي عشان احنا هنلعب دوري شايف اللغبطة يعني كله متلغبط عموما اهو شهر وعاي عدي اهو شهر وعاي عدي مهم بقى بعد ما يخلص كاس العالم ثلاثة مبارج يقعد معنا حب حلوين بقى يقعد يركز معنا حب حلوين كده عشان نزبط امورنا فيما يخص التحكيم المصري وما تبقى من مشاكل تتحل تبقى الامور حلوة ان شاء الله ده فيما يخص كلاتنبرج